كما ظهر في الفيديو من بره اليوم الشرح امتعنا باش يكون الادات كيوورد بلانر يا سيدي كيوورد بلانر هذي كل مرة بدلتنا على انترفاس متاعها فهمتني وكل مرة مدخلتنا في حيث وحسب نشوف الازل اللي قاعدة تجيني فهمتني عباد ما عادش عارف كيفش ستعمل جوجل كيوورد بلانر اول حاجة خلي نفهم ماذا هي كيوورد بلانر الادات هذه اللي عملتنا جوجل وشنوما شعورد وشنوما مشنستحقه بايه اول ما تعمل قبل ما تعمل ستوواب لازم اول حاجة اي ستواب اتصرانك بشتطرين وشتكتب فيه زرتيكل وانتي لغاية متاعك انك بشتعمل ستواب انك تحبو يظهر في محركات البحث هكا ولا وتحبو يظهر في البجلول بطبيعة اول حاجة اللي بشتكتب في الستواب متاعك لازم يكونوا في وسطهم كلمات مفتاحية كلمة مفتاحية ما هي كلمة المفتاحية كلمه مفتاحية ما هي كلمات المفتاحية موجود يبقى ماذا دولة وعلى كلمات المفتاحية نفس المعنى كلمات مفتاحية تصل إلى وسط الارتكل يجب أن تحترم شروط الـ الـ إنه اختصارك هو دومان كبير لتحسسن لكي تحسن الموقع متاعك ويوالي يظهر في الباجلولة في جوجل لازم اول حاجة تحسن الارتكل متاعك كيف تحسن؟ تحسنه عن طريق طرق طرق منام هي Keyword Planner هي الاداة تذي سرعتها لجوجل ادوردس لكي تستعملها لكي تعرف المنافسين متاعك لكي تعرف كلمة هذه اللي تخدم عليها لكي تكتب عليها الارتكل كلمة معناية يبحث عليها برشعبات في الشهر قدش من واحد يبحث عليها في الشهر نسبة المنافسين متاعك قدش من واحد وبالما تعمل الارتكل يجب أن تدرس الكلمات المفتاحية لكي تكتبها في الارتكل متاعك لكي تعرف كيف تحسن المفافية دعنا نحكيه عن ادت شنوة لكي تعرف المعلوم ب blessings مثلا讓نا اخترت كلمات مثلا إن استعملي لكي تكتب عن الربح من الليلترنت كي تعمل الارتكل مثلا اخترت عن الربح من الليلترنت اشتغال على الترنت أعنى سلح فرق تنفيذ الى المدينة ربح من جوجل أسانس أو ربح من جوجل أسانس لكنهم لا يوجد نفس معنى في شروط سيو و لا يوجد نفس معنى عبد التارrage عن طريق الطاف و عبد التارض من جوجل أسانس عن طريق الجيم سنتبه بصورا على ذات و كيف نستعملها و كيف نستعملها و كيف نستعملها من الكلمات ذلك اول حاجة تحل نافيغاتورة متاعك سيبه او موزيلا او جوجل كرام انا عندي جوجل كرام والله اعلم عليك حد انت شنوه مستعمى نتنقله مثلا نكتبه على الاترنت مثلا الربح من الاترنت الربح من الاترنت كما تشوف طلع لنا باجة كبيرة فهمتني وفيها كل سيت يحكي على الربح من الاترنت الارضتاء هذي المواقع لذكر الكلمات هذو ربح ومن اذن المواقع لذكر كلمات من اولترنت امرتني ؟ بينما تحب تبحث على الكلمة هذيك كل واحدها تعمل كوتى بكلمة كلمة مفتاحة كما تقوم بكثنorus أهضاء الأرتيك ديك ت handled و intricate ومثالث ما هي ك έχει دقيل يمكنه Be следующ كلمة مفتاحة نتنقل و دعونا نفسر الأداء في جوجل كيوورد بلانر أول حاجة تكتب في النافيقاتورم جوجل أدووردز هؤلاء مدينة ترجم ترس على هذا و ترجم تدخل الرابط الذي يجب أن تلقى ads.google.com أول حاجة يجب أن يكون لديك كونت جيميل و إذا كان لديك كونت جيميل سأقوم بالكونت جيميل و بعدها ادخل الست وكهل و بعد Whenchi تنقل الوصول تجد تقنق معده تنتظر حتى الصفحة تتحل بعد ما تفتح عندك الوجه هذه تمشي البر هذا وتختار Tools تضغط على Keyword Planner كما تشوف جتنا الوجه هذه نستعمل فقط نستعمل فقط تضغط عليه الشروط الموجودة هنا أنك لا تجمع تعبي أكثر من 10 كلمات كما تشوف الشرح هنا ستكون 10 كلمات نستعمل فقط نستعمل فقط كيف تكتب الإرتيكلي اختار الإرتيكلي نستعمل فقط كيف تكتب الإرتيكلي نستعمل فقط نستعمل فقط نستعمل فقط نستعمل فقط كيف تكتب الإرتيكلي كيف تكتب الإرتيكلي نستعمل فقط وكيف تكتب الإرتيكلي وكيف تكتب الإرتيكلي كيف تكتب الإرتيكلي نستعمل فقط نستعمل فقط ومن بعد تختار اللغة الى هنا وهي طريقة البحث طارعنا الكلمات كيف صفينا وكل شيء عملنا فيلتر هنا اول حاجة اذوم اشعطيك العشرة كلمات اللي حطيتم انت اذوم عشرة كلمات اللي حطيتم انت بالضبط هنا يقول قديش من واحد يلوج عليها من كلمات ذوما في الشهر كيف ترى الربح من اليوتيوب في الشهر يلوج عليها ما بين ألف حتى العشرة لف واحد الكمبيتشن هم يقولوا فهمتني اسكو ضعيفة ولا قوية ولا متوسطة بيكان لو يعنيها ضعيفة على الاخر يعني لا يوجد عباد يحكيوا في الدزارتيك المتاعهم على الربح من الالترنت يكتبوا فاها كمعني الربح من الالترنت الربح من الالترنت يعني اكتبوا فاها كلمة الالترنت تبدل كلمة كاملة كانت تلعت لك ميديوم معناها متوسطة البحث متوسطة المنافسين يعني الناس اللي تنفس بك على نفس الكلمة ذكر وكانت تلعت لك هذا معناها معناها متوسطة البحث تسعة دقائق وانا منزلت نحكي منزلت نحكي في الحكاية ما فيها فايدة لما حالا كانت ترعت لك هاي معناها اكثر المنافسين يستعملوها الكلمة ذك ماذا اذا لم يستعملوها ماذا ما في حقوق بصورة ما انت تخدم على جوجل اتسانس يعني كان خدمت على استعمال الكلمة ذي يعني عملت سيت ويب يحكي على الربح من الالترنت كان هبدا في جوجل اتسانس كيف يكون نسبة الضغط نسبة الضغط على الاعلان يعني اللي اعلنت لكي تضلك في سيت ويب متاعك فهمتني؟ نسبة الضغط متاعك قد تكون هنا اشرحها في فيديو اخر كيف كيف زاد الحاجة الباية في الادات هذه انا تجيب لك كلمات اخرين قرب الكلمات متاعك لو ترى كلمات اللي بحثت على 10 كلمات من هك يعطيك كلمات اخرين قرب من سجيل إن اذا احترم نشاط للهاتف الابسانس الالعامل عن طريق الأترنت العمل من منزل يعني هذه مكالمات استعمالهم في الارتكل يعني تكتب ارتكل يجب ان احترم الشروط او غير فديو جديد كيف تحترم شرط السيو خاطر ليس كيف تكتب ارتيكل يحترم شرط السيو ويكون مستعمل فيه كلمات هادومه وقديمه استعمل الكلمات اللي كنت تكون كنوزة ضعيفة على الاخر هكذا تطلع لك لو مثلا العمل عن طريق الالترنت كيف تكتبها العمل عن طريق الالترنت هكذا بالضبط هكذا الالترنت واضح هكذا الالترنت لك لنشرحه في الالترنت هكذا الالترنت تأتيك كلمات اكثر اقربة ما سوجيه حتى تكتب الربح من التناتك هكذا يأتيك كلمات واحدة يكون اقربة ما تكلمات تستعملها في الستويب ايضاً كما ترى تصنف كلمات كلمات كلمة وترجمة قصة 4 مليار كلمة تصنف الأول تصنف تلوشك تضغط كلمات كلمات كلمة 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 كرسية تحديث كلمة كبيرة كلمة كلمة كبيرة نجم تقول خطب اللانجلي برشا من العالم كما يتفرجون بها مثلا كلمة كورة يبحثوا عليها في جوجل في الشهر ما بين مليون حتى العشرة ملايين والمثبت لتكون كونكينوس المتاحة معناها ضعيفة على الاخل له معناها كستعمل سيت ويب متاعه تكون فيه كلمة هذه فمتني؟ ينجم سيت ويب متاعه يدر في محركات البحث من نتائج الأولى معناها في صفحة الأولى ولا صفحة ثانية كيف كيف زادة؟ كانتها بثلتها شوية يعني أنت ونظمت الكلمات على نسبة البحث منها في الشهر يعني كيف هاش؟ يعطيك مليون عشرة ملايين 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 توا طيح الخطر عاملين ببرلورد الدوكر واسونطح من المئة ألف حتى المليون فهمتني؟ ولا تنجم تعمل ببرلورد منتاع الكونكينوس كما تشوف طلع لي كلمات الأكثر كلمات معناها مستعملهم المنافسين بتاعك نصحك نصيحة تبدأ عليهم الكلمات هذه لخطر مثلا وظيفة عن طريق الأترنت كنكوبوها الكلمات كنكوبوها كنكوبو يستعمل في الكلمات ذيك يعني كلمة صعيب بياسك يستعملها في الستويب متاعك وكي تكون أنت من نتائج بحث لول ديما أختار الكلمات لتكون كونكويرانس متاعهم له وضعيفة على الأخ يعني فهماش برش عبادي نفسه فيك على الكلمات ذيك مثلا كان تعبت لوتا لوتا شوية شوف كلمات تحوله توا نسبة الكونكويرانس يعني مزيدة 20606 مش كلمة باش نجم تتنقل هكه بدل الكلمات شوف الحاجة اللي بها في الأدتة كي ورد بلانا اللي موفرة له جوجل فهمتني أنك تنجم تشوف ألف كلمة في كلمة والكلمات هذو ما تنجم استعملهم في الارتكك متاعك وتجلب بهم الزوار يعني السيد اللي بشيكتب مثلا مثلا كيف الكلمة ذي وردوا أن أعمل عبر الألترنت كانت تعمل الارتكل وتكتب فيه الكلمة هذي ما بين 10% ما بين 10% الواحد يبحث عليها في الشهر يعني تنجم تكون الارتكل متاعك هذك يظهر في المحركات البحثة في بجلولة ويكون أول سيت يظهر لهنا في بلاست هذا كما تشوف مجوم استعملها الكلمة ذي وردوا أن أعمل عبر الألترنت هتنا نشوفها الكلمة اسكو السيد رمه واحد كتبها وردوا أن أعمل على الألترنت عمل عن بعض من المنزل عبر الألترنت فرص العمل الحقيقة مستعملها يعني كلمة من داخل وقتها وخلي عاد انتي كانت توصل تكتبها في الأنوال من بره وزيد تكتبها في وصل الارتكل من داخل تخيل انتو فهم سيت واب واحد يعني كتبها على الألترنت معناها تشدهم معناها انت الذهم اللي يلوجوا عليها كل شهر الكلمة ما بين عشرة حتى المئة كانت تعمل الارتكل وتكتب أريد أن أعمل عبر الألترنت ويكون العنوان متاعه وكيف كيف الارتكل في وسطه يكون في وسط الكلمة هذه يعني من العشرة حتى المئة كيف تدخل الارتك واضح كما تشوف لا دات نجم حتى تدخل الارتك واحد وتزيد تعرف كيف تخطب أكثر هي ليست شيء كبير يعني يعطيك من الأول العشرة كلمات كيف هو نسبة البحث لهم سوف نفسر الكلمات مثلا ما بين الفرق تهيئة عادة بتعريب أهو ترجع هكا تشوف العشرة الكلمات التي تضعيتهم انت مثلا الربح من جوجلاتسانس الربح من جوجلاتسانس بلاس كيف كيف هذوم الارتك لكن فيما برشع بعض ليس كيف تكتب جوجل في الجيم ليس كيف تكتب جوجل بحرف القاف لو كان جيم نكتب هنا مثلا الربح نبدل الضغة العربية الربح من جوجل اتسانس شوف الموقع هذا كاتب الربح من جوجل اتسانس نكتبه الربح من جوجل عن طريق الجيم و كاتب الربح من جوجل اتسانس و كاتب الربح من جوجل اتسانس و كاتبها عن طريق الجيم و كاتبها زادة عن طريق القاف تعرف على عالم الربح من جوجل اتسانس بصورة مقربة بكرة عن طريق الجيم و و كاتب الربحة من جوجل اتسانس سيقوم بشكل طريق الجيم و كيف كان كتب و عباد كان كتب و عباد سامس للربح من جوجل اتسانس عن طريق القاف و كيف يشكله لذلك يعني مستعمل كلمات الكل كان ندخل ولو تشوف فيه برشا كلمات مفتاحية ليتو كلمات دلالية كما قلت بكري كان جي تشوف هنا ما هي شركة جوجل اتسانس كيف كيف هذي زاد نجمة تكون كلمة مفتاحية فمن برشا عبادي لو جوا عليها هذي اتسانس هي شركة اعلانية تبع علي جوجل كيف هذي زاد كلمة مفتاحية يعني عرف كيفاش ينسق كلمات شوف كيفاش شوفوا كلمات اخرين جوجل اتس شوف كيف هذي زاد كلمة مفتاحية فمن برشا عبادي انا واحد من الناس دي منكتب على في الترنت كيفية الحصول على الزوار من الترنت فهمتني كان زيني تنهبطوا شوية لوتا هك عبن الربح من اعتسانس كيف كيف كلمات مفتاحية و الموقع التي جاد لديم مواقع جيد لنتار الكريمة في اللغة العربية ف 굉장اء يعني اعرف كيف ينسق الكلمات بينما تكتب علي ان لا تكتب أي أرتكل في ال siete واب يعني لا تذكر الى السباة الشوء والكلمة اقام على 10 كلمته لكسresso هل المهم أنفتيها اللتج عشر الكلمات ويعطيك الكلمات التي يحكيها على سو جي ويعطيك الكلمات التي تدخلتها وكيف يعطيك كلمات مقربة من كلمات واضح هذا فيما خص الشرح العديات جوجل كيوورد بلانر فما أدوات أخرى يجب أن نستعملها لأن يخدموا على نفس الفنكسيون فما أدوات أخرى المدفوعين بالفلوس ويعطيك نتائج بحث تحفونا على الأخر وحلوة ياسر خير يعني موقع كيوورد بلانر لكن مدفوعين وغالين يسلسون بالمئة دولار بالمئة دولار في الشهر لكن لديت هذه حلوة برشة وتساعدت برشة ويعني ما تسحقش أنك تسل تشري أدوات باش نجم تمسك بها من كلمات المفتاحية أما باش نشرحهم عن طريق في فيديوهات جدد يعني باش نوصل الناس لحفاهم الأدوات اللي حكيت عليهم وماذا هم أخط نجم بستعملهم فريق أما بيطبيع المدفوعين بشكونوا خير هذه الأدوات كما قدت لك مجانية نجم تستعملها هذه موفرة لجوجل واضح وكاو إذا استفدت من حلقة اليوم لا تبخل علينا بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس ليسألك كل ما هو جديد وحصري على قناة اليوتيوب وإلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى